السلام عليكم انسداد عصب اليد مشكلة بتسبب لك تنميل وقلم في ايديك مشكلة بتخليك انك لو شايل وزن او حمل على ايديك بتبدأ ايدك تترعش بتبدأ مش قادر تشيل الوزن اللي في ايديك هكلمك النهاردة عن افضل تمرين باذن الله تعمله لاخفاء الالم ده بشكل نهائي جدا باذن الله تعالى معاك دكتور عحمد الشامي دكتور علاقة طبيعية ولو انت قول المرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة واتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم لازم اشكر كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده الفيديوهات الاخيرة ما شاء الله دعم عليها بشكل كويس جدا طلبت في فيديو متين لايك وصل دلوقتي خمسمية او ستمية فيديو الف لايك لسه بنجمع فيه وصلنا ستمية او سبعمية فيه امل نوصل باذن الله فده يعشمني ان انا اطلب في الفيديو ده الف ونص لايك الف وخمسمية لايك شوف الانترو تعالي نشوف التمرين المهم ده هو مبدئيا قبل ما اتكلم عالتمرين لازم اوضح لك نقطة مهمة احنا عملنا حلقتين كاملين عن الموضوع ده او عن القربل تانيل سندروم او المتلازمة النافق الروسغي اتكلمنا فيهم عن المشكلة والاسباب وافضل تمرين تعملها لمساعدتك في حل الموضوع ده تقدر ترجع لهم هسيبهم لك في بلايلست تقدر ترجع ليهم تفهم مشكلتك ايه تعمل التمرين اللي فيها هي هوم بروجرام هتقدر تعمله في البيت فهمت الفكرة التمرين اللي انا هقولولك دلوقتي ما هو الا لاخفاء الالم على الاقل فترة انت نايم مثلا بالليل وصحت من الالم تقدر تعمله وقللك من الالم بشكل كبير فالفكرة كلها ان ده تمرين طوارئ مش تمرين لعلاج الحالة بس فيهن هو ايه التمرين تعال بانشوفه بالنسبة للتمرين هو تمرين واحد ولكن احنا هنعمله على تلات مراحل كل مرة فيها هنزود الشد فيه المرة احنا كده كده بنشتغل على العصب الاوسط او الميديا النيرف هشتغل مرة وبعدين اصعب للمرحلة التانية وبعدين اصعب للمرحلة التالتة اول مرة هنعمله ازاي الفكرة كلها وده تأكيد مهم جدا 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 وممكن اهم ما في الحلقة التمرين هتعمله عشر مرات لو هتعمله لو هتعمل كل التمرين اللي في الفيديو يبقى كل مرة بتعمله خمس مرات بس اياك حذاري تعمله اكتر من كده لان ده ممكن يسبب التهاب في العصب انت بدأ عندك مشكلة فيه فتيجي تعالجه وتعملها بزيادة تقلب ضده وتبقى خطر وسبب في زيادة الالتهاب اخليت ضمير ان انا عرفتك عشر مرات لو تمرين واحد خمسة لو هتعمل التمرين الموجودة التمرين بالطريقة الاولى بكل بساطة هتحط ايدك جنبك بالشكل ده كيانك بتظهر عدلة الباي مثلا يعني وايدك بصة لقدام بالشكل ده ايدك مضمومة وسبعك الكبير قافل على ايدك بالشكل ده طيب تمام حتى الانزل فل بتبدأ تفتح ايدك فتح نقدينا صبعك الكبير تخليه يلزق في الاربع صابع التنين بالشكل ده تمام تمام وبعدين بتبدأ ترجع ايدك لورا رجعتها لورا بتبدأ تلف ايدك لقدام بالشكل ده وبعدين تنزلها للاخر خالص تمام سهل وزي الفل نعيده مرة كمان ولازم تاخد بالك ان احنا بنعمل التمرين كخطوات علشان ما يبقاش صعب وعلشان نعمله بطريقة صح تابع معايا وانت بتتفرج على الفيديو نفس الكلام الايد مش تسعين لا انا عاوزة كده يعني تنزل سنة لتحت الايد بصل قدام قفلت ايدي عليها وصباع كبير برة فتحت ايدي صباع كبير ضم رجعت الرست او الايد بتاعت الورا بالشكل ده لفت ايدي قدامي وانزلت لتحت ادي مرة نعملو المرة التانية اربعة مرة الاخيرة نفس الكلام بص لقدام اقفل صباع كبير برة افتح ضم ورا لفل قدام وانزل لتحت طيب تمام كده دي المرة الاولى اللي هنعملو وعملناها خمس مرات بس لاني لسه في اول تمرين ما ينفعش تعملو اكتر من كده علشان هتحس بمشكلة ركز او في الموضوع ده النوع التاني من التمرين او التصعيبة التانية او الشد الاكتر الموجودة على النرف او العصب هيكون بنفس الشكل انا اشتغل على ايدي الشمال برضو بنفس الشكل ايدي هتبقى كده هتتحس وعموما اول ما هتعملك هتبدأ تحس بشد شوية وراسك هتميل ناحية ايديك وهي تتفرد انا راسي بصة لقدام مش للكاميرا لقدام بالشكل ده وبتعمل كده وترجع اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب تمام وزي الفل وعملناه ده نحس بشد ان انا كده كده كنت بعمله قبل الحلقة فطبيعة تحس بشد شوية طيب تمام كده احنا خلاص عرفنا التمرين بتعمل ازاي للمرة التانية بعمله خمس مرات وبأكد تاني اكتر من كده هيسبب لك مشكلة طيب جميل النوع التالت او التمرين التالت ازاي هيكون نفس الوضعية اللي فاتت مش استخدم شانس بدان نستخدم يونيون شمال واجعتني خالص لان انا قلت لك اكتر من كده ممكن تسبب مشكلة والتهاب في العصب او في النيرف نفسه نفس الكلام ايدي بالشكل ده ايدي بصالي وهنا هركز على نقطة مهمة اوي انا شغال المرة اللي فاتت كنت باروح مع ادية المرة دي هنركز على نقطة مهمة الراس بدل ما هتروح الناحية اللي هناك بس لا هي هتبص الناحية التانية هدي اول خطوة تاني خطوة انا ايدي عاملها كده تسعين درجة وبنعمل ان احنا بنفردها كده المرة اللي فاتت كنت بعمل واروح لا المرة دي هعكس هعمل انا بص الشمال هعمل وانزل وارجع تاني اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام عملنا خمس مرات هديبدأ نحس بانفلاميشن شوية لا احنا هنبدأ نحس بشد بقهربة بايا كان المسمى للنيرف اقول العصب احنا بنعمل موباليزيشن للنيرف او بنحرك العصب نفسه فطبيعة تحس بقهربة بسيطة شوية وباذن الله تخفي القلم نهائيا من ايديك نهاية هاكد على نقطتين مهمين جدا النقطة الاولى احنا بنعمل التمرين خمسة مرات في التمرين الواحدة عشر مرات في التمرين الواحد ما نقطرش عن كده علشان ما يحصل ليش التهاب النقطة التانية ودي الاهم ان انا هنا مش بديك علاج سحري انا هنا مش بقول لك اعمل الكلام ده والقلم هيختفي ومش هتحتاج حاجة تاني بالعكس انت لو تفرقت على الثلاث حلقات الكاملين في البليلست او عن الموضوع ده هيفيدوك بشكل كبير هتفهم المشكلة سببها ايه هتفهم اعراض المشكلة هتفهم 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 نقط كتير جدا ولكنها مش هتعالجك زي التمرين ده بالظلط ما هو مش هيعالجك كل ده لا يغنيك عن الزهاب لمركز علاج طبيعي علشان تفهم انت عندك ايه في حلقة اتكلمنا على الحقن هينفع ولا لا اتكلمنا على دراسة رسم العصب اللي بنحتاجها في بعض الاحيان علشان نشوف محتاجين عملية ولا لا اتكلمنا عن حقن الكورتيزون اتكلمنا عن تسليك الاوطار او تسليك العصب او 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 كل دي حلول قدامك تقدر تعرفها بالرجوع للحلقات اللي فاتت ولكن الفيديو ده مش هيغنيك عن العلاج مش هيساعدك هو مجرد هوم بروجرام تمارين تقدر تعملها في البيت لا تغنيك عن الذهاب لدكتور بس كده ما تنساش تتابعني على الانستجرام تويتر فيسبوك بنزل الستوري هناك لطيفة شوية ان شاء الله ممكن تفيدك بإذن الله لو وصلت لحد اخر الفيديو قول لي تحت في كومنت يعني من الابطال اللي بيستنوا لاخر الفيديو يعني ما شاء الله فيه ناس بتستنى وبتقول لي احنا بنستنى نقول العظماء ان شاء الله دول يهبوا حاجة كبيرة في المستقبل لانهم استحملوا شوفوا ده كله بس كده سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر